بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنه من التلفزيون المصري القناة الأولى يحكى أنه وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به بتظهر لحضراتكم على مدار الحلقة وأكتر من مرة ممكن تبعته لنا الأسئلة اللي انتم عايزين تعرفوا إجابتها وإحنا بنخصص حلقات بالكامل للأسئلة بننطقي يعني الأسئلة اللي بتتكرر كتير أو اللي الموضوع بتاعها بيتكرر كتير وبنخصص لها حلقات ممكن كمان ترجعوا للمحتوى الخاص بحلقاتنا بالكامل في أي وقت انتم عايزينوا حلقاتنا السابقة يعني كلها موجودة سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك حلقة النهاردة الحقيقة هي حلقة في موضوع أو في اتجاه كنت قلت من فترة طويلة أننا هعمل حلقات عنه والحقيقة نحن حسنا أنه جي الوقت بقى أن نحن ممكن يكون في حلقات مش متتالية صحيح بس خلاص لازم نفتح هذا الموضوع وهو عن التعامل مع المراهقين والمراهقات الحقيقة التعامل مع المراهقين والمراهقات في مواضع كتيرة بيتطلب مننا مجهود وصبر وإبداع أكتر بكتير قوي من اللي كنا بنحتاجه في التعامل مع نفس المراهقين والمراهقات لما كانوا أطفال في أصعب مراحلهم العمرية وهي مرحلة مثلا السنتين الأوائل من عمره الحقيقة أنه فيه تشابه كبير جدا ما بين المرحلتين يعني المرحلتين دول فعلا في منطقة صعوبة مرحلة السنتين الأوائل من عمر الطفل أو مرحلة المراهق خلاص التشابه كبير الحقيقة قوي يعني كبير في الصعوبة وكبير في المشاكل وكبير في التوتر خلاص مع ولادنا وبناتنا المراهقين والمراهقات أنا في وجهة نظري أنه بيكون الوضع أصعب يعني فيه ناس كتير تقول إيه وهم صغيرين كانوا متعبين وكذا أنا بأبشركم يعني بقول لكم لا الوضع الحقيقة بيزداد صعوبة أكتر بكتير كل ما بيجبره يعني لما كان ابنكم صغير مثلا هضرب مثلا يعني تحت سن سنتين كان بيبقى عندكم أرق يعني ما بتعرفوش تناموا كويس ليه في الوقت ده بيعيط كتير بيقلع عشان يرضع بمتدايق من حاجة عايز يتشال عايز يغير المهم أنه فيه أرق يعني ما بينامش كويس وبالتالي أنتوا مش بتناموا كويس تمام لما كبر بقى الحياة وبقى في مرحلة المراهقة هتلاقوا أن الأرق ده بيرجع تاني بس المرة دي بقى بسبب حاجات تانية خالب بسبب القلق عليه انتظار الابن ده لغاية ما يرجع للبيت يعني كان بره مثلا ومستنين ويرجع وهو تأخر خلاص لما كانت مثلا مثل تاني يعني لما كانت مثلا بنتكم الصغيرة اللي تحت عمر السنتين بيجي لها نوبات مزاج عصبية اللي هي اسمها نوبات الغضب وتسرخ وكنتم بتتدايقوا من الصريخ ده والعياد ده صح كده؟ دلوقتي برضو هتلاقوا فيه أوقات كتيرة قوي الصريخ والعند والتوتر بس بقى ده نتيجة تعليقاتكم على لبسها أو رفضكم لبعض تصرفاتها أو خفكم عليها وعلى مستقبلها طبعا إجمالا كل أم وكل أب عندهم بنت أو ولد في مرحلة المراهقة هتكون نظرتهم للسنوات الأولى من عمر أطفالهم نظرة اشتياء وحنين كبير جدا جدا مقارنة باللي بيشوفوه مع أبنائهم المراهقين والمراهقات بعد كده والإنصافي خلينا نقول أن المراهقين والمراهقات مش هما بس السبب في المناخ الغير هادي ده لا الحقيقة أن هما بيكبروا كل يوم وسط عالم غريب ومتناقض وسريع التغير بشكل عجيب جدا جدا عالم مختلف بكل تأكيد عن عالمنا إحنا كأجيال سابقة أو أجيال أكبر للدرجة اللي بقيت تخلينا نشك في كتير جدا من الأوقات أنه يعني أن إحنا مش عارفين مشاعر ولادنا أو أفكارهم إحنا مش عارفين هما بيحسوا بإيه أو دماغهم دي فيها إيه والحقيقة أن الحياة مع المراهق يعني بيت فيه مراهق أو مراهقة بتستوجب مننا إحنا كأباء وأمهات أن يكون عندنا وعي شديد وحذر أشد في كل المواقف أنا مش بضخم لكم المسألة أنا بخاطب الجميع وفي القلب منهم الأسر اللي عندهم مراهقين ومراهقات واللي عندهم مراهقين ومراهقات يعني مش هقول لكم بقى متفقين معايا لا ده يعني متناغمين جدا مع اللي أنا بقوله لأنه فعلا التعامل معاهم لازم يكون حذر ومحسوب بالميزان مش زي ما مش اللي هي كده لأن الأمور ممكن لقدر الله تسوق أو تتعقد لو غلطنا أكتر من مرة في تعامل معين معاهم خدتوا بالكم أنا قلت إيه غلطنا أكتر من مرة ليه لأنه حدوث الخطأ في التعامل مع ولادنا وبناتنا وارد طبعا وارد من الطرفين على فكرة يعني وارد إن أم يغلطوا وارد إن إحنا نغلط لكن زي ما لسه قلت المشكلة في إيه في تكرار الخطأ سواء كان عن قصد يعني عن أسوري سواء كان عن عدم قصد يعني إهمال إحنا بنتعامل بإهمال أو كده خلاص أو بسبب إصرارنا إحنا بقى كأباء وأمهات على التعامل بطريقة غلط مع ولادنا النتائج بتبقى مش كويسة تجربة صعبة آه بس إيه في حياتنا مش صعبة يعني فكروا كده النجاح صعب والتميز صعب والتماسك صعب صحي كده فيها تجربة صعبة آه تجربة صعبة لكن إيه في حياتنا مش صعبة بس في حد يقدر ينكر الفرحة والفخر اللي بيكونوا مليين قلوبنا لما نفس ولادنا بقى أو بناتنا دول يتصرفوا صح أو ينجحوا يعني أو يكونوا فعلا يعني قرة عين كده لنا صدقوني الحزبة مش معقدة هي تقيلة هي بس مش معقدة هي الحزبة تقيلة بس مع كون إنها تقيلة هي تستاهل تستاهل جدا عشان كده أنا كلامي مع حضراتكم النهاردة هيكون مع حضراتكم أنتم كأباء وأمهات هيكون عن مسئوليتكم أنتم كأباء وأمهات وأكيد هيكون في مواضع تانية ومناسبات تانية وحلقات تانية كلامي هيكون فيها موجه لأبنائنا بقى أو بناتنا من المراهقين والمراهقات بس كلامي النهاردة حلقة النهاردة موجهة للأباء والأمهات تمام؟ أول مسئولية على الأب والأم هو سؤال أول المسئولية دي سؤال سؤال تسألوا لنفسكم وما تخافوش من الإجابة عليه السؤال هو أنت كأب أو أنت كأم تعرفوا ابنكم أو بنتكم فعلا؟ عارفين مشاعرهم؟ عارفين بيفكروا إزاي؟ بيطلخبطوا قد إيه؟ عارفين أحلامهم؟ عارفين مخاوفهم؟ عارفين احتياجاتهم؟ كل الأسئلة دي وغيرها يعني ممكن نجمعها بشكل علمي بقى في حاجة واحدة اسمها اختبار الهوية ركزوا بقى واحفظوا المسمى ده كويس والأهم من المسمى تحفظوا الأسئلة كويس كل الأسئلة دي اللي احنا استرحناها عليكم بخصوص ولادكم أو بناتكم المراهقين نقدر نوجزها أو نلخصها كلها في عنوان اسمه اختبار الهوي أنا بطلب من حضراتكم أنكم تجاوبوا على أكبر عدد ممكن من الأسئلة اللي هقولها دلوقتي ويريد تجاوبها كلها خلاص كده يعني مش لازم تجاوبوا حالا بس يعني ركزوا في الأسئلة وإذا لقيت نفسك كأب أو لقيت نفسك كأم مش عارفين الأجوبة دي ها كلها أو جزء كبير منها يبقى أنتم أكيد محتاجين أنكم تعرفوا أولادكم بشكل حقيقي وبشكل أفضل نفس الأسئلة دي بتاعت اختبار الهوية اللي انا هقولها لحضراتكم دلوقتي شجعوا ابنكم أو بنتكم هم كمان أنهم يجاوبوا عليها نفس الأسئلة أولوهم كده أخدوا الأسئلة دي جاوبوا عليها ما اتخذوش الكلام ده بهزار أنتم هتسمعوا دلوقتي الموضوع مش مش الموضوع يعني شديد الجدية هتعرفوا حالا دلوقتي الأسئلة إيه شجعوا أولادكم شجع ابنك أو شجعي بنتك أو شجعي ابنك ها أنهم يجاوبوا على نفس الأسئلة زي ما أنتم كده جاوبتوا وبعد ما انتوا تجاوبوا وهم ما يجاوبوا اعودوا اتكلموا مع بعض وقرنوا أجوبتكم بأجوبتهم الحكاية دي تدريب مفيد جدا للتقارب بينكم وبين ولادكم مش بس كده ده الحقيقة ان هو وسيلة مساعدة فعالة لأولادكم نفسهم بتساعدهم يعرفوا هويتهم وأفكارهم بشكل أفضل طيب احنا موافقين على الخطوة دي يا دكتور محمد ايه بقى أسئلة اختبار الهوية دي أسئلة اختبار الهوية دي بشكل مبدئي عشر أسئلة على فكرة أسئلة دي مش من اختراعي الأسئلة دي أسئلة علمية يعني اتفق عليها في الكتب العلمية اللي بتتكلم عن التعامل مع المراهقين والمراهقات أسئلة اختبار الهوية عشر أسئلة السؤال الأول خلوا بالكم انتوا هتجاوبوا على أسئلة وولادكم هيجاوبوا عليهم بس احنا بنوجه الكلام لحضراتكم دلوقتي كآباء وأمهات السؤال الأول ايه هم الكلمات التلاتة الأنسب اللي توصف ابنكم أو بنتكم تلات كلمات بس يعني لو عايزين توصفوا ابنكم أو بنتكم في تلات كلمات تقولوا ايه؟ ايه هم التلات كلمات السؤال الثاني تفتكروا هو أو هي ابنكم أو بنتكم عايزين يبقوا ايه لما يكبروا؟ السؤال الثالث ابنكم أو بنتكم بيخافوا من ايه؟ السؤال الرابع ايه اللي بيقلقهم؟ ايه اللي بيقلق بنتك المراهقة أو ابنك المراهقة؟ ايه اللي بيقلقهم؟ عارفين انتوا ايه؟ ولا مش عارفين؟ ما هو ده سؤاله السؤال الخامس ولادكم ابنك أو بنتك اللي في مرحلة المراهقة بيقضوا وقت فراغهم ازاي وفي ايه؟ السؤال السادس ايه القضايا أو الموضوعات اللي بتسير اهتمامهم؟ ايا كانت سواء سياسية اجتماعية اقتصادية بيئية حتى رياضية ايه اللي بيشغل بالهم يعني القضايا اللي بتشغل بالهم السؤال السابع مين مسالهم الأعلى في الوقت الحاضر مين المسال الأعلى لبنتك أو لابنك أو لابنك أو لبنتك في الوقت الحاضر في اللحظة دي يعني في المرحلة دي وفي النقطة دي الحقيقة بلاش توقعات إن الإجابة إنها هتكون حد منكم يعني سواء الأب أو الأم لأن نسبة الإجابة دي قليلة جدا في الحقيقة يعني إذا خلنا أولادنا يجاوبوا على الأسئلة دي بأمان ومن غير كسوف ولا حسابات ففكرة إن حد منهم في مرحلة المراهقة يقول بابا هو مسألة الأعلى أو واحدة تقول ماما هي مسألة الأعلى الحقيقة دي إجابة يعني نموذجية يعني بس هو ما بقولش إنها مش موجودة بس النسبة اللي هيقولوها من المراهقين المراهقات اللي هيقوله إجابة دي نسبة قليلة أولا بس بشرط زي ما قلت إيه نشجعهم ونديهم الأمان زي ما بقول يا عم وعليك الأمان تمام كده؟ خليوا لكم هما هيجاوبوا لوحدهم خلاص؟ وطمنوهم قلولهم جاوبوا بحرية كاملة يعني ما تعملوش اعتبارات لحاجة طيب ده كان السؤال السابع السؤال الثامن إيه أحسن صفة في ابنك المراهق أو بنتك المراهق وأنا بكلم الأب وبكلم الأم ماشي؟ السؤال التاسع العكس بقى إيه أسوأ صفة في ابنك المراهق أو بنتك المراهق؟ والسؤال العاشر والأخير إيه طبيعة الأشخاص اللي ابنك أو بنتك حبين ينتموا ليهم في عمرهم ده؟ طبيعة الناس دي إيه؟ يعني حبين ينتموا مثلا لناس شجاعة ولا ناس متحفزة ولا ناس متحررة ولا ناس متدينة ولا ناس مكتهدين دراسيا ولا ناس منتظمين في ممارسة رياضة ولا ناس ليهم هواية معينة ومركزين فيها وهكذا أسئلة اختبار الهوية دي ليها أهمية ودلالات كبيرة جدا جدا هنعرف إيه أهمية إجابات هذه الأسئلة بس بعد ما نطلع لأول فاصل في حلقتنا النهاردة يحكى أنه لسه متواصل معكم خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة واللي بنتكلم فيها عن ولادنا وبنتنا من المراهقين والمراهقات ولكن الحلقة مخصصة للأباء والأمهات وبدأنا الحلقة الحقيقة بأسئلة مهمة الحقيقة وقلنا هل تعرفوا أولادكم كويس؟ هل تعرفوا بيخافوا من إيه؟ بيحلموا من إيه؟ بيهتموا بإيه؟ وهكذا وقلنا عشان ما نطلق بطش في حاجة علمية أو مصار علمي جميل وبسيط وسهل نقدر نمشي فيه وإن إحنا نجمع كل هذه الأسئلة في عشر أسئلة محددة هي اسمها اختبار الهوية وقلنا إن إحنا نسأل الأسئلة دي لنفسنا كأباء وأمهات وعلى فكرة الأب والأم كل واحد يجاوب على الأسئلة دي لوحده يعني ما تقعدوش تجاوبوا مع بعض يعني كل واحد اكتبوا هذه الأسئلة وكل واحد يجاوب على الأسئلة دي لوحده تمام؟ وبعد كده زي ما قلنا نشجع ولادنا وبناتنا إن هم كمان يجاوبوا على نفس هذه الأسئلة بمنتهى الحرية والأريحية وعدم التحفظ وعدم الإحراج وبعد كده بنقارن هذه الأجوبة مع بعض وبيكون ده مدخل هايل أكثر من هايل وأكثر من رائع للتقارب ما بينكم ولبحث الأمر في أي مشكلة أيا كانت في حياة ولادنا وبناتنا من المراهقين تمام؟ وختمنا الجزء الأول وقلنا يا ترى إيه أهمية بقى الأسئلة اللي احنا قلناها في اختبار الهوية دي؟ إيه أهمية الأسئلة دي؟ أو إيه دلالتها؟ يلا بقى نقول إيه أهميتها ودلالتها على سبيل المثال قلنا مثلا من ضمن الأسئلة أو كان أول سؤال إيه أكتر ثلاث كلمات يقدروا يوصفوا ابنكم أو بنتكم المراهقين؟ الحقيقة إن اختيار ثلاث كلمات يعني أنسب ثلاث كلمات يوصفوا ابنكم أو بنتكم ده بيساعد في التركيز على أبرز صفات شخصية المراهق يعني لما نقول إيه؟ يوصفي ابنك في ثلاث كلمات فتقولي عصبي حنين عنده طموح مثلا فهمتوا قصدي؟ أنا بضرب مثلا خلاص الحكاية دي بتساعد على حاجتين أول حاجة إنك بتركزي في المهم بجد فهمين قصدي؟ مش بتلاقي نفسك بقى ده مغلبني وما بيسمعش الكلام وما بيرضاش يرتب هدومه وما بيرتبش سريره قبل ما ينزل وتليفونه ومش عارف بيعمل إيه لما بيقطع شحن بره ما بيكلمنيش وما بيطمي لما نقولك طب ثلاثة بس عايزين يوصفي ابنك بثلاث كلمات لما نقولك اوصف بنتك بثلاث كلمات أي أكتر ثلاث كلمات مش ثلاث كلمات عشوائي؟ أي أكتر ثلاث كلمات تحسي كأم أو تحسي كأب إنهما بيصفوا بنتك أو بيصفوا ابنك خلاص كده؟ الحكاية دي بتساعد إنها بتحدد الصفات البارزة اللي ممكن يتعرف بيها المراهق والمراهقة وسط الناس وإذا كانت الصفات دي فيها صفة أو أكتر إيجابية زي ما المثال اللي أنا قلته عصبي حنين وعنده طموح العصبي دي سلبية إنما حنين دي إيجابية وعنده طموح دي كويس لو في صفة إيجابية أو أكتر يعني في التلاتة ده يخلينا نبني على الصفات دي نكبرها ده من ناحية من ناحية تانية ده هيساعدنا على تعديل الصفة السلبية نقوم نمسك بقى الصفة السلبية دي ونشرحها كده زي ما بيقولوا سواء لوحدنا أو مع بعض كأب وأم أو معنا كلنا بقى مع بعض كأسرة بحضور ابننا أو بنتنا المراهقين من ناحية تانية أو يعني حاجة تانية بنفس الطريقة لما المراهق أو المراهقة هم اللي بيوصفوا نفسهم هم بقى مش إحنا قلنا نفس الأسئلة هم يسألوها لنفسهم لما هم اللي يوصفوا نفسهم بأكتر ثلاث كلمات ممكن تعبر عنهم ده له فواية كتيرة قوي زي إيه؟ زي تدعيم الثقة بالنفس ها هو الولد من هنا المراهق في النقطة دي أو البنت المراهقة هي شايفة نفسها إن هي أنا مثلا وثقة من نفسي مصرة بوصل للي أنا عايزها من أي هدف بحاول أوصله عندي شخصية مستقلة مثلا يعني أنا بضرب مثلا لو البنت هي كتبت الثلاث كلمات دول أو الولد كتب ثلاث كلمات خلوا الجانب الآخر بقى ده بيدعم أو يثقة ثقتهم بنفسه سيبوكوا خالص من إنه الكلام ده صح أو غلط من وجهة نظرهم لا المهم إن هم يقولوا هم عارفين يعبروا الحكاية دي بداية إصلاح سلوك أو طريق غلط هم ممكن يكونوا بيعملوه أو ماشيين فيه طريق غلط مش لا سمح الله عاجة وحشة يعني إعتراف الشخص نفسه المراهق أو المراهقة بإنه صفاته التمييزية أو التلات صفات الأساسية فيه هم كذا وكذا وكذا ده بيفتح مجال الحوار معايا حوالين الكلام اللي إنت قلته يعني إنت كأب أو إنت كأم إنت قلت كذا تعال بقى نحل اللي إنت ليه بتقول على نفسك إنك مثلا بتوصل للهدف اللي إنت عايزه إزاي بقى بناء على إيه بقى توصل للهدف اللي إنت عايزه وإنت ما بتذكرش كويس أو لما بنقول لك الحاجة الفلانية أنت ما بتقول لناش رؤيتك إيه مثلا في حلها أو المشكلة الفلانية فاهمين قصدي مجرد ذكر الكلام ده بيكون بداية الحل خلاص مثل تاني في الأسئلة برضو معرفة ابننا أو بنتنا عايزين يبقوا إيه لما يجبروا فاكرين السؤال ده لما نسأله للأطفال الصغرين اللي هو نفسك تبقى إيه لما تجبر خلاص لا إحنا بنسأل بقى المراهقين ومراهقات دلوقتي وإحنا قلنا بنسأل نفسنا بنسأل نفسنا كأب وأم الأول وبعدين بنرجع نسألهم هم الحكاية دي لو مثلا عرفناها من ناحية الوظيفية مثلا نفسي أبقى كذا نفسي أشتغل كذا بتكون مش مجرد حلم أو طموح زي ما الناس فاكرة لا دي بتكون ترجمة لرغبات ومشاعر داخلية مهمة جدا جوا المراهق زي لو قال مثلا أو قالت عايزة بقى دكتور خلاص يبقى هو في الوقت ده ابنك أو بنتك اللي بيقول عايزة بقى دكتور ده في الوقت ده والمرحلة العمرية دي من حياته اللي هي فترة المراهقة مش عايز يبقى دكتور اللي هو يبقى عنده عيادة شكله عامل كذا ولا عربي عامل لا ترجمتها بقى عندنا احنا في العلم يبقى هو عنده رغبة أكيدة في توفير الراحة أو الرعاية أو الاهتمام بناس تانية فهمتوا المغزى بتاع الحكاية ودي معلومة مهمة جدا ممكن نخليهم يستفيدوا منها في عمرهم ده يعني نيجي مثلا لبنتك أو الولد لما نحس إنه هو الإشارات دي بتترجم كده لأنه على فكرة طب ما فيه جامعيات خيرية ومنظمة جدا دلوقتي عن طريق الدولة والكلام ده كله بتطلب متطوعين عشان يساعدوا غيرهم انت تحب تعمل حاجة زي كده تحب تعمل حاجة زي كده آه يا ماما أنا نفسي أعمل حاجة زي كده بس الحاجة دي إزاي تعال نبحث ونشوف الموضوع ده إزاي فهمتوا قصدي الموضوع بييجي الأهداف الجميلة دي بنوصلها عن طريق الأسئلة دي خلاص نستفيد إحنا من الأجوبة دي كمان إن إحنا شخصيا نوجه أنظرهم نحية أنشطة تانية إيجابية زي ما لسه بقول أنشطة تانية إيجابية وهكذا وممكن بالتبعية نبعدهم عن نشطات تانية سلبية أو مقلقة كل سؤال من أسئلة اختبار الهوية أجوبتها ليها دلالات نقدر يعني تقدروا أنتوا كأباء وأمهات أنا بقول نقدر كأباء وأمهات نكتهد في تفسيرها إحنا اللي نفسر أقعودوا كده أقولوا أنا إيه بني بيقول أنه هو عايز يبقى كذا طب ده دلالته إيه ونقعد نقرأ ونقعد نسأل بعض ونفكر وما فيش على فكرة صح وغلط يعني مش هنقول إيه ده هو بيقول عايزي بقى دكتور يبقى هو عايزي بقى عنده مزرعة في طريق إيه العلاقة إنما هو ليه عايزي بقى دكتور هو يبقى هو عشان مثلا شاف جدته متقلمة شوية فهو عايز يخفف عنها الألم عشان هو بيحب جدته معنى كده إنه هو عنده رغبة إنه هو يساعد قال أنا عايزي بقى محامي هو المحامي ده أنت عارف بيشتغالي آه طبعا بيدافع عن المظلومين يبقى هو فكر الموقف لما مرنا بالموقف الفلاني وكان فيه فلان الفلاني اللي حصلت له مشكلة وهو بيحبه فحسس إنه عايزي دافع عنه طب ما ما إحنا ممكن نبني على الحكاية دي لازم إحنا كأباء ومهات نكتهد في تفسير الأجوبة إحنا اللي نعمل كده في الأول وده المفروض يحصل في أغلب الأحوال وبعد كده نشترك مع ابننا أو بنتنا المراهقين في فهمها والنقاش فيها نسألهم بشكل واضح ليه 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 نفسك تبقى مدرسة مثلا خلاص ليه نفسك تبقى عندك محل بتبيع مش عارف كذا ليه إيه وجهة نظرك انت حسس إن ده حلو في إيه خلاص هذا النقاش وهذه الحالة دي فوايد إيجابية عظيمة جدا جدا خلاص الأجوبة دي كمان ممكن تخلي المراهق أو المراهقة مش ممكن ده أكيد يتكلموا معانا ويفكروا مع نفسهم وده في حد ذاته إنجاز هايل إن احنا نوصل في المراهقين والمراهقات للمرحلة دي إن احنا نخليهم يتكلموا معانا عن اللي جواهم عن اللي نفسهم يبقوا فيه أو نفسهم يبقوا عليه أو الحاجة الوحشة اللي عايزين يغيروها وهكذا تمام طيب إيه هو بقى مصطلح تقدير الزات هقول لكم إيه أهمية تقدير الزات دي دلوقتي يعني إيه تقدير الزات طب هل تقدير الزات ده مختلف عن الهوية مختلف عن الثقة بالنفس تقدير الزات هو مقياس لتقييم الزات وهو بالمناسبة مختلف عن الهوية واللي هي الهوية عبارة عن رؤيتنا لنفسنا تمام وكمان مختلف عن مفهوم الكفاءة الزاتية أو الثقة بالنفس ما الثقة بالنفس هي الكفاءة الزاتية واللي هي مقياس لمدى الكفاءة اللي بنستشعرها في نفسنا واقتناعنا بقدرتنا على تحقيق الإنجاز أو الوصول لأهداف معين ورغم وضوح الفرق في التعريفات بين تقدير الزات والهوية والثقة بالنفس فيه فرق ما بينهم خلاص إلا أن الثقة بالنفس ممكن يكون لها تأثير مباشر على تقديرنا لأنفسنا في حالة مثلا لو اعتقدنا أننا لا نملك صفات محددة ووقتها تقديرنا لنفسنا بيقل هقولكو أصدق الدراسات التحليلية اللي بتجرع على المراهقين من الأولاد والبنات بتؤكد إيه؟ بتؤكد افتقاد كل المراهقين كل المراهقين كله الدراسات دي بتقول كل المراهقين مفتقدين للثقة في نفسهم في جانب أو أكتر كل المراهقين في كرة الأرضية حتى لو المراهقين دول طول الوقت بيحاولوا يظهروا لنفسهم أو يظهروا لنا غير كده طيب إيه أهمية النقطة دي لنا كأباء وأمهات؟ إيه أهمية المعلومة دي إن كل المراهقين في الكرة الأرضية بيشعروا إن عندهم نقص ثقة في جانب معين أو في جوانب معينة إيه أهمية الحجاة دي؟ ليه نحن بقى كأب وأمه؟ أول أهمية إن إحنا نصدق ونقتنع إن ولدنا وبناتنا في مرحلة المراهقة بيحتاجوا فعلاً للمساعدة بيحتاجوا تدخلنا الإيجابي في حياتهم بيحتاجوا صدقتنا الحقيقية ليهم بيحتاجوا تفاهمنا لتقلبات مشاعرهم وده بالتأكيد أحسن بكتير قوي قوي من إن إحنا نكرر التصرفات العدائية ناحيتهم أو إن إحنا نوازب على انتقادهم أو إن إحنا نحط حواجز نفسية بيننا وبينهم ماشي؟ دي كانت أول نقطة في الأهمية تاني نقطة في الأهمية إن معرفتنا المعلومة نفسها المعلومة دي اللي هي افتقاد المراهقين للثقة في نفسهم في جانب أو أكتر إحنا قلنا كل المراهقين عندهم الحكاية دي المفروض ده يكون حافز لينا على محاولة اكتشاف جوانب نقص الثقة دي من تحت لتحت زي ما بيقوله يعني مش هنجيب ابني كده ولا بنتي بقوله بقولك إيه هو أنت بتحس بنقص الثقة في إيه بقى أقولك إنت بتكلف إيه بابا أو هتقولك إنتي عايزة إنتي أصدق إيه يا مام لأ خبس بقى من تحت لتحت أنا بحس كده إنه هو بيخاف من التجمعات العائلة أو التجمعات اللي بي فيها ناس كتير أنا بحس إنه هو في مواقف معينة بيتوتر فيها يبقى أنا أستشعر نقص الثقة ده مرتبط بإيه يعني عشان كده لابقول لكم من تحت لتحت عزين فهمين مصطلع من تحت لتحت خلاص يعني من غير مواجهتهم بشكل مباشر وده بأصد وغرض إن إحنا نساعدهم على تخطي مساحة النقص ده وأكيد ده المصلحتهم نضرب برضو أمثل عشان نفهم أكتر يعني الدراسات بتقول مثلا إن 54% من المراهقين على الأقل 54% أنت متخلين للنسبة على الأقل عندهم مشكلة ثقة في العلاقات العاطفية بشكل عام وعلى فكرة العلاقات العاطفية المقصود هنا مش الحب بين الولد والبنت وكده لا ده بمعناها الأشمل ده بيأشمل إن فكرة إن الولد يبقى حسس إنه مقبول من صحابه مثلا أو البنت حس إنها مهمة عند صحبتها أو إن البنت تحس إن مامتها بتحبها زي أخوها خلوا بالكم النقطة دي أو إن الولد يحس إن بابا بيحبه زي بقى إخواته وهكذا طبعا ده بخلاف بقى الشكل التقليدي لمشاعر الحب اللي بتكون ما بين الولد والبنت في الوقت ده واللي من المؤكد إنها مش بتكون نطجة بأي شكل في الوقت ده بس إحنا بنناقش أصل الموضوع وهو افتقاد المراهق والمراهقة للثقة في علاقاته العاطفية يعني على سبيل المثال بقى في النقطة دي يعني البنت اللي حاسة إن فيه ولد معين هيبدلها المشاعر إذا غيرت طريقة لبسها مثلا أو غيرت حاجة في شكلها أو الولد اللي خايف يكون عدم اهتمام البنت اللي هو معجب بيها داخليا كده بسبب إنه مش بيشرب سجاير مثلا أو مش بيشرب حاجة تانية وهكذا تمام؟ تفاهمنا إحنا كأباء وأمهات إن زي ما قلتلكوا أكتر من 54% من المراهقين عندهم مشاكل من نوع ده يخلينا نفكر وننتبه ونحاول نلاقي تصرفات سليمة معاهم هنطلع لفاصل ونرجع نكمل إحصائيات تانية مهمة في نفس الإطار ده يحكى أنه لسه معاكم خليكم معانا أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء التالت والأخير من حلقتنا النهاردة قبل الفاصل كنا بنتكلم عن يعني بدأنا الكلام عن إحصائيات مهمة خاصة بالمراهقين والمراهقات وقلنا أو الإحصائية إن 54% من المراهقين والمراهقات على مستوى الدنيا كلها بيعانوا من نقص الثقة في علاقتهم العاطفية وقلنا إن ده بمعنى الشامل مش بس العلاقة بين الولد والبنت وقلنا إزاي إن إحنا نتعامل مع المعلومة دي ونبني عليها بشكل إيجابي إزاي إحصائية تانية مثلا مهمة إن 30% على الأقل 30% من كل 130 منه من المراهقين والمراهقات عندهم نقص ثقة في قدراتهم التعليمية الإحساس ده ممكن يؤثر سلبيا على ثقتهم بنفسهم أثناء حضور العمليات التعليمية نفسها أو خلال أداء الامتحانات ويبقوا شاطرين كلها بس عندهم أنا حاس أن أنا عندي مشكلة في المادة دي أو أنا حاس أن أنا ما بفهمش كويس في الحكاية 30% بقولكم من كل مية 30 منهم عندهم النوع ده من المشاكل آن كان بقى ده له أساس من الصحة أو غير أساس من الصحة هم 30% بيفكروا كده يبقى الأم والأب هنا ها اللي بيشجعوا أولادهم وبيتكلموا معهم عن دراستهم كلام بالتفصيل مش أسئلة عابرة مش اللي هو عامل إيه في المذاكرة الحمد لله يا باب لا أسئلة تفصيلية كده مش استجوابية إيه الأخبار طم مني كده إيه الدنيا عاملة إيه وعملش عارف إيه وبتاع فيه حوار حقيقي خلاص الأب والأم دول واللي بيحاولوا يشرحوا أو يبسطوا النقط اللي يشكوا أن أولادهم خايفين منها أو مش بيحبوها وده بشكل موازي لعملية التعليم نفسها أكيد الأب والأم دول أفضل من الأب والأم اللي بيعلوا سقف التوقعات على أولادهم أو يأنبوهم بشكل قاسي أو مستمر من عدم تحقيق درجات عالية مثلا فهمتوا قصدي؟ أنا فهمتوا إيه الغرض من تقديم الإحصائيات دي؟ طيب إحصائية ثالثة مهمة برد 29% يعني 30% هي 29% على الأقل من المراهقين مفتقدين الثقة في مظهرهم مظهرهم شكلهم يعني يبقى مشاركة الأم والأب هنا لما ييجي بقى أب وأم يعودوا يتكلموا عن قصصهم بقى الشخصية لما كانوا في عمر أولادهم أولادهم يعني فهمين؟ وكلامهم نفسهم الأب والأم دول بشيء من السلبية أو الانتقاد لمظهرهم في الوقت ده من عمرهم يعني إيه؟ يعني مثلا يجي الأب يقول يا نهاري سويد يابني أنت فكر نفسك أنت بقى اللي عندك مشاهد ده أنت ما شفتش أنا بقى زمان ده أنا كنت شكلي غريب والأم تقول لبنتها أو لبنها إيه؟ ده أنا أصلا زمان بقى كان شكلي غير كده كنت بعمل وسال قصة سلبية حتى لو مش حقيقية خلاص وقد إيه بقى الأب والأم دول إحنا بنكالب بقى أنه هم بيقارنوا نفسهم بالمرحلة اللي فيها أولادهم دلوقتي المراقين ومراقات وقد إيه بقى أن الأب والأم دول بقيت القصة بقى اكتشفوا لما دخلوا الجامعة مثلا أن كل ده ما كانش حقيقي أو على الأقل أنا كنت تمكبر الموضوع أو يا بنتي أو أنا كنت تمكبر الموضوع أو يا بنتي خلاص يعني كان مبالغ فيه ده هيخلي ولادك وبناتك يحسوا بمزيد من الثقة ناحية شكلهم ومظهرهم الله ده بابا هو كان بيقول أنه هو هو كمان كده ده ماما بتقول أنه هي و هي قدي كانت مليانة يعني ما كانتش رفيعة يبقى أنا عمال أنا معقادة الدنيا ليه و عمال أقول أنا أدخينة و أنا اللبس شكل وحش علي فهمين قصدي الدنيا ماشي أزاي الإحصائيات والعلم بيفدنا كده بيفدنا كده مش أن إحنا نقعد نقرأ في الكتب أو نسمعه بس لا نسمع و نفهم و نطبق خلاص توضحنا لأولادنا أن اللي بيشوفوه مثلا على توسائل التواصل اللي هم قاعدين عليها كتير دي فعلا مش حقيقي أو نتيجة عمليات تجميل أو نتيجة نمط حياة مختلف خالص أو غير طبيعي خلاص تفهمنا الأطفالنا المراهقين والمراهقات أو ولادنا وبناتنا من المراهقين والمراهقات المعلومات دي ها هم مش إحنا ممكن نقول هم يعني مش عارفين هي مش عارفة يعني هي بنتي مش عارفة أن دي نفخة وعملة عمليات تجميل ومكبرة مش عارف شفايفة هي مش عارفة يا فاكرنا ده الطبيعي أو ابنك فاكر أن العضلات دي طبيعية وهو اللي عنده مشكلة يعني اشرحوا لهم فهمتوا قصدي؟ الشرح ده والحوار ده هيخلي ابنكم أو بنتكم منفتحين على فكرة أن مزاياهم وقدراتهم أكبر بكتير قوي من شكلهم أو طريقة لبسهم يعني أشهر مثل في كده الشعر الكيرلي أو الشعر المجعت تفاهمين قصدي كان في فترة من الفترات كده في بنات صغيرين متعقدين من الحكاية دي لغاية ما طلعت كده بقى تغييرت جاتا يعني أقول لك لا أنا ده أنا شعري كده شكله جميل ده مديني خصوصية ومديني تميز مثلا يا وما زال لسه في بنات بنات بيتعاملوا مع النقطة دي على أنهم عندهم نقيصة أو عندهم شيء سلبي في مظهر مثلا يا نوم إحنا كأب وأم نشتغل على ده ونصلحه تقدير الذات مسألة حيوية جدا لتنمية الإحساس عند أبنائكم أو بناتكم في مرحلة المراهقة التقدير المنخفض للذات له أثر مدمر على المدى البعيد المراهق اللي بيشعر بالتقدير المنخفض تجاه نفسه بيكون توقعاته في الحياة أصلا منخفضة بقى بشكل عام ده بجانب شعوره الدائم بالإحباط الحكاية دي بتخلي المراهقة أو المراهق منخفض الطموح وحاسين أن هم مش مؤهلين لتحقيق أي إنجازات عظيمة طول حياتهم يعني اللي هم بيقولون أنا مش هتوصل لحاجة أنا هبقى إيه يعني يا مام أنا مش هبقى حاجة لما أجبر هو تقديره المنخفض لنفسه ممكن تشوفه يؤثر عليه بقى بقيت عمره إحساس المراهق أو المراهقة بالتقدير المنخفض تجاه نفسه بيخليه يسعى دايما لإرضاء الآخرين وبيخليه سريع التأثر بيهم بخلاف إنه هو أو إنهم هيلقوا صعوبة في إنهم يقولوا كلمة لا وده هيخليهم في كتير من الأحيان خاضعين لرغبات الآخرين وغير قادرين على مقاومة ضغطهم بالمناسبة أغلب المتنمرين اللي بيتنمروا على الآخرين يعني بيكون تقديرهم ناحية نفسهم منخفض جدا وده اللي بيخليهم يحاولوا يعوضوا ده عن طريق محاولات رفع الإحساس بالذات على حساب اللي أضعف منهم ده غير محاولاتهم الدائمة يعني لبسط سيطرتهم على الضعاف دول طيب نيجي بقى دلوقتي لسؤال مرعب الحقيقة سؤال مرعب في نفس السياق أنا بشوفه سؤال مرعب ما تسمعوه شوفوا هل هو سؤال مرعب ولا سؤال تافه يعني بالنسبة لأي أب وأم أنا شايفه إنه هو سؤال مهم أولا بالنسبة لأي أب وأم بيحبوا أولادهم وحاسين بكامل المسئولية ناحيته السؤال إيه هل ممكن تكوني حضرتك كأم أو حضرتك كأب السبب في انخفاض تقدير الزات عند ابنكم المراهق أو بنتكم المراهقة عشان تعرفوا الإجابة كل المطلوب منكم إنكم تسألوا نفسكم عشر أسئلة كمان اسألوا نفسكم بتجرد وبجرأة وبرغبة حقيقية في تقوية ومساعدة ولادكم اسألوا نفسكم وما تتحكوش على نفسكم بأجوبة مثالية أو مزيفة إيه بقى الأسئلة دي الأسئلة العشرة السؤال الأول هل بتنتقدوا ابنكم أو بنتكم المراهقين بشكل متكرر يقارب أن يكون دائم أنتوا دائمين لانتقاد لهم السؤال الثاني هل بتعرضوا أفكارهم السؤال الثالث هل بتسفهوا من أحلامهم السؤال الرابع هل بتقولوا لهم لأ أكتر من أيوة أو حاضر السؤال الخامس هل بتقيدوا استقلالهم عنكم من غير مبررات من غير ما تشرحوا يعني ليه السؤال السادس هل بتقيموا أرأهم بشكل موضوعي ومحايد ولا بتاخدوا كل اللي بيقولوا على أنه كلام فاضي يعني السؤال السابع هل بتسمعوا لهم فعلا بتسمعوهم بجد السؤال الثامن هل بتظهروا اهتمام بتفاصيل حياتهم اليومية بعيد عن التعليمات يعني السؤال التاسع هل أوقات كتيرة بتحسوا أنه هم مش بياخدوا منكم الدعم والسؤال العاشر والأخير والأخطر هل بتقللوا من شأنهم قدام زميلهم أو صحابهم إذا كنتم أي حاجة من العشرة دول كأب وأم يعني يعني كانت إجابتكم بأيوة على أي سؤال من العشرة أسئلة اللي أنا طرحتها على حضراتكم فأنتم الحقيقة مش بتقدموا أي دعم لابنكم أو بنتكم اللي في مرحلة المراهقة مش بس كده ده أنتم كمان هتكونوا من أسباب خفاض تقدير الزات عند ولدكم طبعا مش لوحدكم اللي ممكن تعملوا كده لكن في مصادر تانية للتقدير المنخفض للذات عند ولدكم منها مثلا انتقاد المدرسين أو المدربين حتى للرياضات فيه مدربين كده بيهزقوا أنا آسف يعني في كلمة أو يشتموا اللي بيمرسوا الرياض فاكرين إن ده تحفيز وهم مش عارفين إن ده مصيبة يعني أو حتى اتباع نفس الطريقة دي نفس الطريقة دي نفسها من الأقارب في العيلة مثلا يعني تلاقوا في حد في العيلة كده تحت مسميات كتير بقى إنه بينصح أو بيهزر أو ما إلى ذلك يعني متبنين طريقة كده دائمي الانتقاد ودائمي الطريقة كده الوحشة وبتاع تحت مسمي يعني إن إحنا إيه يعني ناس بقى أكبار وحاجات زي كده تمام طيب يبقى إحنا محتاجين إيه دلوقتي بقى؟ كأب وأم محتاجين نتعلم كيفية تقديم الدعم لأولادنا وبناتنا عشان تقدرهم هما لنفسهم يزيد أول نصيحة إذا كان لازم ومطلوب من حضراتكم كأب وأم توجيه النقد لابنكم أو بنتكم اللي في مرحلة المراهقة وبالمناسبة احتمال حدوث الموضوع ده كبير جدا يعني يبقى تحاولوا تتأكدوا إن النقد اللي هتقولوه نقد بناء مش نقد هدام بتسمعوا كلمة دي كتير قوي يقولك النقد الهدام والنقد طب إيه هو الفرق؟ إيه الفرق؟ النقد البناء هو أن يتم التنويه أو الإشارة بوضوح إلى الخطأ اللي حصل أو التعمل لكن في نفس الوقت في نفس الوقت اللي بيقول الرأي ده اللي بيشير للخطأ ده بيدي للإبن أو الإبنة الفرصة للتحسن أو التصحيح أو التراجع أو إعادة المحاولة إنما الاكتفاء بذكر الخطأ فقط ده يبقى اسمه النقد الهدام نقول مثل شهير قوي أداء سيء درجات وحشة في الامتحان النقد الهدام بيكون في صورة التوبيخ على عدم الأداء الجاي إيه اللي انت عامله إيه الدرجات الوحشة اللي انت جايبها دي أو إيه الدرجات اللي انت عاملها دي إنما النقد البناء إيه بقى توضيح إن الأداء في الامتحان ما كانش كويس بدليل الدرجات اللي مش حلوة لكن مع اقتراحات بأساليب تساعد في المرة الجاي زي إيه؟ زي إن احنا نراجع عدد أكبر من الموضوعات نركز على معالجة نقاط ضعف نذكر بإمكانيات الإبن أو الإبنة اللي قدموا أداء أفضل في مرات سابقة وهكذا دي أول نصيحة تاني نصيحة إذا كنتم اتعودتم على رفض أفكار أولادكم أو بناتكم المراهقين من غير ما تبحثوا فيها أو تفكروا في جوهرها فلازم فعلا تتوقفوا عن الطريقة دي اعرفوا إن زي ما فيه أفكار غلط أو غير قابلة للتنفيذ فيه أفكار تانية ممكن تبقى حلوة لو ادينا لهم الفرصة إن هم يشرحوها ممكن أفكار تكون محتاجة تعديل تعديل مننا كأباء أو أمهات محتاجة إن احنا نضيف لها خبرات مثلا وهكذا وحتى لما تلاقوا فكرة غلط أو فكرة خيبة زي ما احنا بنا بنقول اكتهدوا شوية في تفسير هي ليه فكرة وحشة اطرحوا على أولادكم الأسئلة دي بخصوص الفكرة دي يعني أسئلة بخصوص الفكرة رفضنا واعتراضنا الصريحة على أفكارهم بيخلي أولادنا وبناتنا المراهقين مستمتين في الدفاع عنها لكن ممارسة بعض الخبص الطيب مننا شيء ضروري ومش غلط وده من خلال طرح أسئلة هتقضنا في الآخر اللي احنا عايزينه برده وهتخليهم هما نفسهم يستوعبوا أنه فكرتهم ما كانتش بالجودة يعني ولا الفاعلية اللي هما كانوا فاكرين تمام وبنفس المعيار بلاش تسفهوا بنفس المعيار بلاش تسفهوا من أحلام ولادكم وده النصيحة الثالثة وبدل ما تتريأوا عليهم أو تحبطوهم خليهم يقربوا للواقع المرتبط بتحقيق الحلم ده يعني ابنكم المراهق بيقول لكم أنا نفسها بقى رائد فضاء بنتكم بتقول لكم أنا بحلم بقى جراحة مخه وأعصاب ما تتريأوش عليهم لكن خلوهم يبحثوا في الإنترنت مثلا عن سيرة حد زي اللي هما بيحلموا ويبقوا زي دول وشجعوهم على البحث ده نقشوهم المهم هنا أنكم ما ترفضوش أحلامهم أو تتريأوا عليهم خلوهم يحاولوا يعرفوا التفاصيل العملية لتحقيق الحلم ده وتأكدوا أن في حواليهم ناس كتير قوي هيتريأوا عليهم وهيكسروا مجدفهم زي ما بيقول فبلاش تكونوا أنتوا مع الناس دي النصيحة الرابعة قللوا كلمة لأ شوية ارفضوا بطرق تانية أو ما ترفضوش لو ما كانش فيه سبب وجيه للرفض تكرار رفض اللي بيقولوه أو بيطلبوه لدكم المراهقين بيخلي إحساسهم أن أحكمهم على وزن أو تقييم الأمور دايما غلط عارف أن في مواقف لازم يتقال فيها لأ لكن استخدموا خبراتكم وقولوا لأ بمبررات قوية أو بدلوا المواقف قولوا لابنكم أو بنتكم لو أنتوا مكانا كنتوا هتقولوا إيه وليه على فكرة فيه أوقات ممكن ما تقولوش لأ وانسيبهم يجربوا فكرتهم بس بشرط أن دا يكون في الإطار الآمن بنسبة 100% النصيحة الخامسة أنكم تدعموا استقلالية ولادكم عنكم والحياني دعم الاستقلالية دي ناس كتير بيلخصوه في أنه حاجات محددة زي أنهما يسمحوا لولادهم يروحوا مكان مثلا مع صحابهم أو أن بناتهم تلبس مش عارف بطريقة معينة الحياني دا مش صح الاستقلالية أن ابنكم أو بنتكم يكون عنده رأي الاستقلالية أن هما يكون عارفين حقوقهم وواجباتهم وتدريب الطفل على دام أنه هو في سنوات عمره الأولى هتجنوا سماره إن شاء الله لما يبقوا في مرحلة المراق وبشكل إيجابي جدا النصيحة السادسة أنكم تسمعوهم بجد وتقيموا اللي بيقولوا بموضوعية مش بأحكام مسبقة ولا بتأديت واجب اهتموا بتفاصيل يومهم ودعموا اختياراتهم حتى لو بيقترحوا عليكم هتتغدوا إيه النهاردة ممكن الحوارات اللي من النوع دا ياخدها كتير من الأمهات والأباء إنها دردشة تفهى أو صداع الفاضي مع إن الحقيقة أن حياتنا وحياة ولادنا بتبقى مسنودة على النوع دا من التفاصيل البسيطة والنصيحة السابعة والأخيرة هي إنكم تعلوهم وتكبروهم قدام زميلهم وصحابهم وقريبهم وقابل دول كلهم قدام نفسهم التقليل من شأن ولدكم أمر في منطق الخطورة وتأثيراته السلبية بتكون أكبر بكتير قوي من فكرة إنهما بيزعلوا ولا بيتقمصوا الموضوع بالنسبة لولدنا وبناتنا في العمر دا بيكون مسألة كرامة لا دا بيكون مسألة وجود واعتبار خصوصا إن أدواتهم في الدفاع عن نفسهم بتكون محدودة ومحكومة بعوامل كتير زي احترامهم ليكم مثلا تخيالوا يبقوا هما الصغيرين بيقدوا دورهم في معادلة الاحترام يعني أنتوا عملين تهزقوا فيهم وتشتموهم ومش عارف إيه وهم مش عارفين يردوا هم عملوا اللي عليهم ما ردوش أنتوا اللي بتعملوا مش أنتوا اللي بتعملوا اللي عليكم الكبار هم اللي لازم يخلوا بالهم يلعبوا دورهم الصح أرجوكوا إلعبوا دوركم اللي الأقدار اخترتوا ليكم بكفاءة واجتهاد وخليكم من عوامل دعم ولادكم وبناتكم مش اهتزاز ثقتهم في نفسهم حلقتنا النهاردة كانت بداية حلقات غير متتالية عن نفسنا كأباء وأمهات وعن ولادنا وبناتنا لما يكونوا في مرحلة المرحقة إن شاء الله في حلقات تانية هتيجي هنتكلم فيها عن حاجات تانية بإذن الله برضو تكون مفيدة إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة سلام عليكم